والهذا يعتمد على اللجنة المتخصصة في هذا الشأن هي التي سوف تقرر ولكن ما يحصل الآن في العراق هو النزاع القائم في الوقت الحاضر في المنطقة بين فريقين الفريق الذي يريد التطبيع مع إسرائيل والفريق الذي يدعي بأنه فريق مقاومة للأسف الشديد العراق هو مركز أو مقر لهذه الخلافات الولايات المتحدة والجيش الأمريكي منذ 17 أكتوبر إلى الآن تلقى أكثر من مئة ضربة عسكرية أكثر من مئة على القواعد الأمريكية ويبدو بأن الرئيس بايدن ليست لديه الإرادة الكافية لضرب هذه المواقع بشكل جذري لكن ليردى هذه نعم سيد جابريال هذا يدفعني إلى تساؤل مهم هل من الممكن أن نشهد ربما تقفي ذات الأثر الذي دأب عليه ترامب من قبل الرئيس الحالي جو بايدن هذا فرق كبير بين بايدن وبين ترامب في إدارة ترامب كان هناك صورة واضحة لما سيقوم به البيت الأبيض فيما إذا تعرضت القوات الأمريكية أو قتل أمريكان وعندما قتل أمريكي في العراق ماذا فعل ترامب قرر القضاء على قاسم سليماني ترامب كان لديه لائحة بالشخصيات الإيرانية التي سوف يتم القضاء عليها فيما لو تعقدت الأمور وأدت إلى مقتل أمريكان في العراق أو في سوريا بايدن ليس كما ترامب بايدن ليست لديه رؤية لما سيحصل في الشرق الأوسط شوف مثلاً في البحر الأحمر كل يوم تلقى قدائف وصواريخ وطائرات بدون طيار على السفن الأمريكية وعلى السفن التجارية ماذا فعل بايدن؟ لم يعد شيء نفس الشيء بالنسبة لسوريا أو للعراق مئة ضربة ماذا فعلها؟ أوكي ضرب ضربتين في العراق ولكن الوضع في العراق معقد بشكل إلى أن رئيس الوزارة العراقي وصل إلى سدة الحكم بواسطة الإطار والإطار له نفوذ كبير عليه الإطار اليوم هو يتلقى تعليمات من إيران وإيران تريد إخراج القوات الأمريكية ماذا يفعل رئيس الوزراء؟ نعم